موسيقى 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 كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن وجود نقاشات سياسية ومجتمعية حول ضرورة مراجعة الدستور مواضحاً أن الدستور فيه الكثير من الإيجابيات ويتضمن مواد بحاجة إلى معالجة وأضاف صالح في حديث نقلته وكلة الأنباء العراقية أن المرحلة القادمة في العراق حاسمة مشيراً إلى أن الحراك الشعبي نجح في التأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسي والمطالبة بالانتخابات المبكرة أكد مجلس الوزراء الجزائرية خلال اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد المجيد تابون ضرورة تطعيم كل موظفي قطاع التربية ضد فيروس كورونا قبل بدء دراسة كما نقش الاجتماع أيضاً معايير استفادة الشباب من منحة البطالة أظهر استطلاع للرأي أن أولاف شولدس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا تغلب على منافسه المحافظ في منظرة تلفزيونية مما عزز حملته لخلافة أنجلا ماركل في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين وبحسب استطلاعات لرأي فقد تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المحافظين حيث أكد 41% من من شملهم الاستطلاع أن شولدس كان الأكثر إقناعاً مقابل 27% للاشت و25% لمرشحة حزب الخضر أنالينا باربوك أعلن رئيسه جنوب أفريقيا سيريلا رمافوزا تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا والتقليل ساعة حضر التجول على مستوى البلاد اعتباراً من اليوم وأكد رمافوزا أن البلاد تشهد انخفاضاً مستمراً في أعداد الإصابات بكورونا منذ أثبيع كما دع المواطنين إلى الإقبال على التطعيم ضد الفيروس ترجمة نانسي قنقر في ختام الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائماً متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام أو يوتيوب شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة